زوجة خالد الصاوي تكشف تطورات الحالة الصحية لخالد الصاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا وسلام بحضراتكم على قناتكم نجوم سودا تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي بعد ما نشر صورته على موقع انستجرام وهو قاد على كرسي متحرك وطبعا تم التواصل مع زوجته مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوي وقالت ان الصاوي بخير وظهوره على كرسي متحرك في صورة على السوشيال ميديا كانت نتيجة للاجهات في التصوير علشان بيصور فيلم القاهرة مكة مع المخرج هاني خليفة وكمان قالت ان هو اجهد نفسه في التصوير لان ما شاهده كانت بتطلب الكثير من الاجهات والحركة وهو ما اصاب قدمه اليمنى بالالتهاف في الاعصاب ولكنه دلوقتي الحمد لله بخير وطبعا ده الصورة دي سببت قلق للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بعد ما نشر صورته والناس بدأت تسأل ايه علامات التعب اللي ظهرت عليه او ايه حالته الصحية ونزل الصورة وكتب عليها ساعتين على الكرسي المتحرك ده يعلموك احترام القوة واحترام الضعف واحترام القرامة اللي في الضعف وذلك لاصاباته بالاتهاف في الاعصاب وطبعا الفنان خالد الصاوي خلال الفترة الجاية ان شاء الله بيصور الفيلم القاهرة مكة بالاشتراك في البطولة مع مونة زاكي واللي بيواصل مع فريق العمل تصوير المشاهد الخارجية اللي بتظهر احداثه في الفيلم وطبعا فيلم القاهرة مكة بيناقش السرعات او سرعات المرأة في المجتمع المصري من خلال احداث الفيلم وبيشارك في البطولة كمان من علاء محمد علاء ومحمد ممدوح ومحمد فراج وخالد الصاوي وشرين رضا والعديد من ضيوف الشرف وطبعا الفيلم بتمن تأليف محمد رجاء واخراج هاني خليفة وده كان الخبر اللي معنا النهاردة بخصوص الحالة الصحية او تطورات الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي علشان الناس بدأت تسأل هو فيه ايه وايه اللي بيحصل دي الحالة الصحية لخالد الصاوي ياريت ما تنساش تدعم الفيديو ولايك وتشارك في القناة او انت مش مشترك اكيد طبعا اشترك حضراتكم هيكون شرف كبير ليا في القناة انتظرونا في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته